سلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بنعطي في الفيديو متاع اليوم بش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجموا قوموا بفك ارتباط حساب الانستغرام بحساب كلوب هاوس أو بتطبيق كلوب هاوس بش تشوفوا الطريقة ما عليكم كان تفرجوا في الفيديو وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بش كيف نحبطوا فيديو جديدة يجيكم اشعار ونبدأوا مباشرة في الشرح متاعنا نمشي ونقوموا بفتح تطبيق كلوب هاوس بعد ما نقوموا بفتح التطبيق نمشي ونضغطوا على الصورة متاعنا الموجودة في أعلى يمين الشاشة وبعد ما نضغطوا عليها فانه بش نشوفوا لهنا عنا في وسط الشاشة كلمة اد تويتر وكلمة نيوزينات بالنسبة لي اللي هو الحساب متاع الانستغرام اللي قمت بربطه بالحساب متاع على كلوب هاوس وبالنسبة لاشخاص اللي بش يكونوا قاموا بربط حساب التويتر متاحهم بتطبيق كلوب هاوس فانه بش يشوف زر كيف كيف اسم الحساب ماوش بش يشوف اد تويتر بش تقوم بفك ربط الحسابات متاعك على تطبيق كلوب هاوس او من تطبيق كلوب هاوس تضغط على الدائرة الموجودة دائرة settings المعروفة الموجودة في أعلى يمين الشاشة بعد ما تضغط عليها بش تلقى عندك في القائمة الموجودة في المنيو اللي بش تفتح كلمة account تضغط على كلمة account ولهنا بش يعطيك ثلاثة خيارات الخيار الاول هو connect twitter الثاني disconnect instagram والثالث deactivate account يعني اذا كانك انت تحب تقوم بفك ربط الحساب متاعك تضغط على كلمة disconnect instagram مثلا بنسبة ليه لاني قمت بربط حساب الانستغرام متاعي بحساب الكلوب هاوس اذا كانك تحب تقوم بحذف الحساب متاع تويتر فانه كلمة connect twitter اذا كانك قمت بربط الحساب متاعك مش تولي تظهر لك disconnect twitter وبالطريقة هذية نجم تقوم بفك الربط او الارتباط بين حسابات التواصل الاجتماعي متاعك وحسابك على تطبيق كلوب هاوس بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله يكون الفيديو متاعنا عجبكم اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس مش كيف انهبطوا فيديو جديد يجيكم اشعار وللفيديو القادم ان شاء الله ما بقالي بشوكو للكم كهان الى اللقاء